السلام عليكم يا حبيبي اعملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله هنعمل ايه السردين بسم الله الرحمن الرحيم كده السردين ما بيخدش وقت في التمليح من اسبوع لعشرتي ايام والنهاردة يعني فضقت كده تدقى عشرتي ايام اعليه والنهاردة على العين بازن الله او تسعى وده الملح وده الزيت وده الشاطئ نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده الملح كده الملح شوية عشان ايه يزود ايه في التمليح السردين كده الملح وشاطة عايزين خطن تخطن مش عايزين ما تخطنش برضليه هو بيخدر حاجة من الملحية من الرحمن الرحيم معي حبيبي السردين كده نعطيها يبقى لان ايه يبقى السردين لا تبقى تبقى لم يكن ايه يبقى ذهب يبقى سوف نسح لدي سوف نسح لدي نجد نقطة خن وهو رحمة رحمة بشكلة مفيش أسهم كده حاجة في البيت نظيفة عصر 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 نجد نشطة خليه كده نقولون الحلوة الشطة السوداني دي كده نجيب كيس ونعبيه بص الحلاوة الجمال لما تعملوا حاجة في البيت ولا تاخد وقت ولا اي حاجة وحاجة نضيفة وطازة ومية مية نجيب حاجة بقى نعبي الله الرحمن الرحيم بص الحلاوة بص الحلاوة بسم الله الرحمن الرحيم بص الجمال الحاجة تتكلم عن نفسها من هذه الحلاوة الشط الحم والسوداني تتحفظ اي حاجة بتملح لها الحاجة التي تتساف عليها تحطوها في الثلاج عرضها حتى بعد ما تعملوا وتتسعبوا وكده وتشتروا الحاجة والحاجة دلوقتي اي يعني مش رخيسة قوي هو الحاجة التي تتسار نجيب نحافظ على كل حاجة حتى ربنا يدوم علينا السردين السردين من العمس كده يجب نبص التوابت بص دقا بص الجمال مش هقرره نحافظ عليها مش هربنا يدوم علينا يا رب هكتوب بكده كيسة شوفتوا الجمالية حبايبي بعد ما خلص بقى كده السردين ما كمش اي حاجة بتمليه وحاجة نضيفها ببيتكم وتاكلوها بنفس وصحتين وعافية عليكم وعلى أولادكم وكل سنة وانتو طيبين وبالسعادة والهانة يا رب و لو عجبكم الفيديو حبايبي تنسوش في الكومنتات الحلوة بتاعتكم اللي بتبتح نبسي ومعليش اتاخرت عليكم كتير ولا كنت تعبيني وبشكركم على سؤالكم علي شكرا جدا 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 وأشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته